سأذهب أولا إلى ستوديو نيل حيث الأستاذة فريدة الشباشي أستاذة فريدة تبدو الأرقام صادمة وخصوصا أن مصدرها الأمم المتحدة المرعب أكثر سيدتي الكريمة أن الأمم المتحدة في تقريرها هذا كانت لها حاشية تقول أن هذه الأرقام غالبا أقل من الواقع لأن هذه الجريمة جريمة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها جريمة مسكوت عنها في أماكن كثيرة من العالم لا يبلغ عنها إذن لعلك تتفقين معي في أن الواقع قد يكون أشد مرارة بكثير من تقرير الأمم المتحدة طبعا بس تقرير الأمم المتحدة لما تقوم بمبادرة لوقف العنف ضد المرأة ويكون فيه تعاون على مستوى العالم أجمع فده شيء إيجابي جدا 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 لأن المرأة هي اللي بتربي الأجيال يعني هي اللي بتربي جيل لما هي تديس كرامتها مش ممكن ولادها هيطلع عندهم كرامة صعب جدا يعني وصعب جدا 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 أن المرأة يعني أنا شخصيا رأيي أن المرأة برضو تهاونت في حقوقها وده اللي زود الوحشية ضدها لأنه المرأة يجب أن تتذكر أنه من ألاف السنين المرأة مثلا حضرة مثلا ببلدي كانت فيه ملكات طبعا وملكات من ألاف السنين وليهم دور كبير جدا وفعال جدا وحيوي والنهاردة بنشوف برضو في العالم كله سيدات في مناصب عليا جدا في رئاسة يعني فيه ملكات وفيه رئيسات جمهوريات وفيه رئيسات وزارات يعني رؤساء حكومة كل ده موجود فإحنا مش لازم نمتثل للعنف ده لازم نقاوم العنف العنف يجب ألا تستثم المرأة للعنف حتى العنف الشريك أو العنف أي حد ولا العنف الناس اللي هم يعني أنا دايما أقول ثقافتهم هي ثقافة النصف الأسفل من الإنسان وبالتالي بيبقى فيه تحريض للشباب يعني أنا عيشت في فترة ما كانش فيها تحرش دلوقتي التحرش لأنه رجل المرأة إيد المرأة رأس المرأة مش عارف إيه المرأة يعني بيبقى فيه نوع من الهوس للمرأة والمرأة يعني بيتقاوم قد ما تقدر وساعات بتستثم للأسف يعني فأنا رأيي إنه إن شاء الله بما إن الحملة بدأت وإحنا هنا شايفين في مصر هنتكلم أكيد في الموضوع ده إن المرأة خدت مكانة تانية خالف واستردت مكانها واستردت مكانتها فكل ده بيدي أمل في المستقبل بإذن الله